هنروح لخبر متعلق بالضيف طبعاً اللي بشرفنا النهاردة الكابتن سامح حمدي وهو انتخابات اتحاد الكرة الطائرة 25 مرشح قدموا يمكن من 1 نوفمبر ل 6 نوفمبر تم فتح الباب والباب تقفل مبارح وتقدم 25 مرشح في مراكز أو مقاعد مختلفة فهنلاقي في الرئاسة تقدم طبعاً كابتن فواد عبد السلام وكابتن شريف الشمرلي وعبد الحميد الوسيمي وأحمد عبد الدايم خلينا أقول لكم أن كابتن حمد عبد الدايم بيشغل منصب المدير التنفيذي دلوقتي وكابتن فواد عبد السلام كان المدير التنفيذي أنا آسف وفواد عبد السلام أو كابتن فواد عبد السلام كان الرئيس السابق وكابتن شريف الشمرلي مدير فن المنتخبات المصرية وكابتن حميد الوسيمي طبعاً اسم كبير جداً في كرة الطائرة دول قدموا رياسة وعندنا طبعا تلاتة تقدموا في منصب النائب طبعا بنت النادي الأهلي كابتن هناء حمزة وعمر مخلوف أيضا ابن النادي الأهلي يوسف أبو النجا ونفس الكلام في مقعد أمين الصندوق وهم هوايدة مندي هوايدة طبعا لها باع طويل في الاتحاد الأفريقي لما تذكر مدير تنفيذ الاتحاد الأفريقي وشاهد الاتحاد الأفريقي تفرى كبيرة جدا في عصرها يعني هوايدة مندي وأميرة عبد السلام وعيدة اسماعيل وكان قبلهم طبعا أميرة عبد السلام قلناها خلاص أما على العضوية فتقدم 15 مرشح وهو محمود الفئي المستشار أحمد البنة أحمد الشاموتي شوكة صابر تامر بيبر سردة الغزالي حاتم شعلان محمد فرح عادل مغاوري حسين السرجاني أيمان عبد الرحيم أحمد الشناوي منير عاطية وخالد أبو المعاطي طلعت الطبشي وطبعا انتخاباتها يكون 11 سبتمبر وديسمبر وطبعا هنتكلم عليها باستفادة أكيدا هيكون معنا كابتن سامح حمدي وهنشوف الانتخابات وإيه الاستعدادات يتعاملة إزاي وإزاي هيتم اعتماد المرشحين والمناديب والقصة الطويلة دي موسيقى